أنا بشوف الأمل كلمة ليست سهلة على الإطلاق حاجة لمعرفة وبحاجة لقدرة وبحاجة لقوة وبحاجة لإصرار وبحاجة لفشل وبحاجة لتراكم خبرات وبحاجة أنك أنت تعترف مبدئياً بكل سلبياتك قبل ما تقول أنك أنت تمتلك إيجابيات يعني شغلة كتير كبيرة وبنفس الوقت كل هذا كله فينا ناخده بشغلة كتير بسيطة نعم أنا زلمي متفائل جداً بس مشان ما تفكروني أنه أنا كتير بزويد الأمور لا بس لأنه ساردي وقالت لك لكل ما قام من مقال دائما بؤولا بس بما أنه ساردي عبارة عن أسئلة أنت ترمية في منا تمتلك جزء من الإجابة في منا ما تمتلك لإجابة بس ضمن أنتو اللي يجبتوني لهذا المكان وانتو اللي سميتوا برنامج كونسان حاليم لقد قمتلك جزء من المناسبة لإجابة كنت ترمي لإجابة وإنبسكرايب وإذا أنتم على منصات صوتية مثل سبوتفاي ونغامي أبل بودكاست تنسوا تجلونا نجمع كم نجمة وشو فيه كماما وإذا بدكم تدعمونا في بيتريون سو patreon.com سلاش سارديافتر دينار وفي المرش مثل تي شيرت يلي لبسو موعين سو سارديافتر دينار دوت كوم وفيكم تلقيقوا تي شيرت ها هي لأ بعتقد ها هي عم بيخلصوا بايدا بسو جاهسوا حقهم بس الخياط ولكم تساردي ولكم تساردي وسهلا حجزتولي كم تي شيرت بس بتاعف أنا وميدة كنا عملت سال قبل ما تيجي إذا راح تيجي مع شوارب ولا لا أنا حتى حلقة وعملت شوارب كرميل هلا أنا متعود الصباح الصراحة أنا بشيلهم بالليلة دول تلزيل بشيلهم وبركبهم الصباح يعني حتى يعني ناهد زوجتي حين بديء خلقة من الشوارد اه كمين بس ما فيني خلاص ارتبطت شخصيتي باني يعني ما هذا هو ايه بس تلزيل هدول أنا مرة حلقت شوير بطلعت فيه ميدتي بعتقدت اول مرة بتشوف شفت لي ايه ملاعي تقول له لا لا فيه زراطة اللون بسرعة خلاص لا بس طبعتك اقتار شوي أنا خفاف ايه أنا شوي كليسيكي اه كم تسألك انت لما تختار الدور بتقرر اذا من انا نحكي كمان شوي عن الشوارد بتقرر انه بدي يخليهم بدي يشيلهم فيه هالكرياتيف بروسس بيصير يعني ايه اكيد طبعا يعني يعني بداية عملية بناء الدور يعني بنشغل عليها يعني بشكل طويل كتير يعني وعلو عدة مراحل بالنسبة للشكل الفيزيولوجي اكيد بيكون لي وجهة نظر كيف ممكن يعني الانطباع الاول لما بقرى الكاركتر كيف ممكن يكون هذا الشخص احيانا ممكن كتير مثلا بعض الناس يتسألوا انه باسل باغلب الاوقات انت عندك الشوارب انا بحس انه اذا ما تعرضت مع الكاركتر ما بشيلهم ممكن طولهم شوي ممكن اصرهم شوي ممكن مثلا بالكاتب عملتلهم شيء معين صح بس يعني انا بخلال رحلتي كلها ياتا يعني عمل كتير ادوار بشوارب وبداء وبلشوارب صغير واكبر يعني منشوف كمي مثلا تايم حسن بالزند عنده شويرب مخيفين يعني اكبار شوي اكبار ايه يعني صارك انه هيك عندهم وجوده انه تقلهم مثل طوم سالك وكلارك جيبل وكلارك لما شيلون بفرينز العالم انصدمي ايه انصدمي ايه في بعض الناس تحس انه يعني وهي على سبيل المزح يعني مثل شمشوم يعني القوته في شعره صح لما حلا اقوله شعره وبطل عن ضغير ما بيبادوك جز كمانا نحكي شوي عن مش مسيرتك المهنية اول شي بس بركة لما رحت على المعهد العالي للفنون المسرحية بال94 ايه زمان غلطان في شي صار رفضوك اول مرة ولما كنا عم تشوف انا وميديا شفنا انه علاقتك مع الريجيكشن هيك استثنائية والاشخاص بيركزوا على الانجازات على ذلك بس ما بيفكروا على كم مرة انا رفضت او كم مرة اصعبت بهذا الشي انت لما رفضت اول مرة من هذا المعهد كيف كانت طريقة تفكيرك وكيف قدرت ترجع تتقدم بعد سنة هو بعتقد انه هذا الشيء موجود عند الانسان بشكل او باخر اللي هو يعني هذا بلد ان فيه بالشخصية تبعه انه قد يكون ما بيقدر يحاكمه مباشرة ولكن مع العمر والتجربة اللي يعيش بحياته بقدر يفهم انه هذا جزء من البالنس تبع الحياة فكرة انك تنرفض تنرفض من بنت تنرفض من جامعة تنرفض من مجموعة اشخاص تنرفض من اصدقاء تنرفض حتى بعلاقتك الاجتماعية ضمن عائلتك ممكن الصغيرة والاكبر شوية فاذا ما كان فيه وعي لهذا الموضوع ممكن يشكل صدمة معينة بالنسبة للشخص انه انا بمعنى بيلعب دور هون الوجود الشخص نفسه انه انا ليش عم بنرفض ببعض الاحيان ممكن يحط اللوم على الاخر وينسى لانه اسهل يعني فبيعتقد انه هو محارب في عداء ضده بيتبع نظرية المؤامرة بدون اي تحليل لكن الحالة الموضوعية للشيء بانه الرفض هو جزء لا يتجزأ من وجوده نحنا بحياتنا بعترف بانه بهديك الفترة ما كان عندي هالإلمام المعرفي بمعنى كلمة الرفض ولكن الرفض هو كان بالنسبة لي كشاب لساعته بتين ايج عم ينقل له لا بالنسبة لشيء هو كان رسمه للمستقبل تبعه فبيشكل لك نوع من خليني يقول لك مش حقد وانما رغبة باسبات الزات بطريقة او باخرى للشخص اللي قالك لا او المجموعة اللي قالتلك لا على ما يبدو بانه تشكل عندي دافع كتير كبير بانه اثبت للمجموعة وليس لنفسي بانه انا لا استحق هذا الرفض وانما انتو المخطئين عم قلك بدون اي باكراوند معرفي فبالتالي تحول عندي هاد الشيء وما بعرف كيف بدون اي تحليل متل ما قلتلك لشيء يشبه الهاجس الدائم بانه انا ساكون موجود وساخد مكاني اللي انا بشوف اني انا بستحقه علما بين قوسين موضوعيا انه انا فعلا ممكن ما كنت بستحقه بهديك الفترة فهي الطفرة اللي بتخلق احيانا عند الاشخاص نتيجة رفض ما بالحياة او كلمة سيئة سمعت بحياتك قد تكون جيدة جدا بالنسبة لي قد تكون بمكانها الصحيح تستعملها كاسلح تستعملها هلا بتستعملها بشكل واعي او بشكل غير واعي اذا ما كنت انت ملم بالظرف العام تتحول عندك لسبكونشيس وتسوقك بفترة معينة ممكن تسوقك باتجاهين اتجاه ايجابي ربما او اتجاه سلبي ممكن تخليك ابدا عكس تماما يعني احد ردود الافعالة كان ممكن تصير انه انا الغي تماما اهتمامي بهذا الموضوع او حاول اثبت نفسي بمكان اخر او فكرة انك انت بمعنى الانتقام مش الانتقام بمعنى انك تروح تقتل حدا لا او تروح تاخد تارك من حدا او 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 وانما الانتقام بمعنى انه الطرف الاخر من المعادلة انه ساسبت يعني انت حطيت علي نوعا ما هلأ هدف خليني يقول فانا رح اصل لعادل نتيجة او لحتى اتفوق بالنتيجة بطريقة اخرى وليس بالضرورة باني اثبت نفسي بالمجال اللي نقالي فيه لا اوكي يعني مثلا انت كنت بمكان ما بتحب تكون لعب فوتبول عشي انا شايف نفسي لعب فوتبول فرحت امتن رفضت لقيت انه المجموعة قالت لي انه انت ما بتسوى انك تكون لعب فوتبول فرحت على شق اخر من الرياضة ولقيت حالي انه انا بدي لعب تنس مثلا فيه هيك كتير نمازج بالحياة غيرت توجهك قد يكون متل ما قلتلك بشكل واعي او قد يكون في عندك ناس تعملك شايفي لسه الماب بطريقة احسن من الاهل اللي ممكن يكون صديق اكبر منك او حدا عنده نوعا ما حكمة بالحياة بس اذا انت ما كنت بتمتلك هاي الاشخاص فارح تثبت تحول تثبت نفسك بنفس الفيلد هذا اللي نقلك فيه لا عم تحكي عن البيئة الحاضنة للسو بورت سيستم فيه صورة حتى انت بعتد على انستغرام مع تايم حسن سامر شقير وكوسي خولي اذا ما اني غلطان كنتو كنتو بوطة مهضومة صحيح شعرك طويل كان بفترة طويلة ما كانو طالعين لسه كان في هذا السو بورت سيستم بين انتو كشباب كان فيه غيرة او كان فيه شي تاني كانت المرحلة بتطلب انو شوف كان فيه غيرة طبيعية جدا ممكن تصير بين اي اصدقاء والغيرة هي بتعرف الغيرة بدي سميلك ياها غيرة غريزية ماشي الحال نتيجة انو انت بتحب يعني انت ممكن انتغار بلاحظة معينة من انو شاب مثلا بيطلعوا البنات فيه اكتر منك صعب صعب شواله لك لا بقصد برحلة معينة من الحياة بتصير صح؟ اكيد اكيد يعمل مدرسة او كذا وهذا شعراته بيقولوا عنهم حلوين يعني بمعنى بتروح الاتجاهات الغيرة ما عم بحكي غيرة طبقية هلا او مثلا حدا معهم مصاري او لا عم بحكي على رفقات موجودين مع بعض تخلق بيناتهم غيرة طبيعية جدا بصغير بناءة انت لسه ما بتعرف اذا هي بناءة او لا بصد انه هي شيء طبيعي بالنسبة للانسان انه يصير فيه معه بحياته لما بترتبط بالكارير هذا الشيء وبتحس بانه الغيرة بمعنى انه هذا الشخص يمتلك امتيازات انا ما عندي اياها فلما ما بيكون في عندك نوعا ما او بتلاقي طريقة لحتى تبني سيئتك بنفسك او ما كنت بتعرف ادواتك مزبوط فهي الغيرة بعتقد بتصير حاجز قاتم جدا بتوقف عنده ما بتقدر تتجاوزه صح بينما لما انت بتكون الغيرة عندك بتخليك نوعا ما تحط حالك تحت الميكروسكوب اذا تشوف انه انا شو في عندي هو ما عنده اياه على شو فيني اشتغل على شو فيني اشتغل صح شو التولز اللي عندي اللي بعتقد انه انا شخصيا انه هو ما عنده اياه واللي هو عنده اياه انا ما عنده اياه فبالتالي نوعا ما هي ضمنها الرحلة اللي اسمه experience تخلق عندك وجهة نظر بطريقة تعاملك مع هاي الغيرة وبتحولها من شكل قاتم لدينامو حقيقة بيدفشك في حياتك وانت عندك هايه الكاباسيتي تلعب الدوار كتير بيختلفوا عن بعد يعني في الفيلين السايكوباث ما فيشي بيشبه التاني كتعم شوف سمول انترويو على انستغرام كريشيان بيل سألوه كم توقف الناس تقلق في رأيك؟ وجيوب هو هم يتقلون؟ لا اعلم حقا شو بيصير بالأدوار لما تبعو لك لما بتخلص وين بيروحه اذا بيروحه؟ شوفي انا ما بعرف مبارح وين راح يعني لما بعض احيانا انا باسل بفكر انه هلا قبل شوي كنا قاعدين قبل ما نعمل انترويو هاللحظة هاي راحت ولا لا؟ يعني ما عادت موجودة اصبحت ماضي فوت بحالة فلسفية بسأل نفسي انه ارتباطنا بالزمن هو انا اسف شوي ممكن شط شوي بالموضوع بالعكس بس دائما الاسئلة بحس انه هي كونكتب بشكل او باخر لما بتخلق لك ممكن جواب واحد بسيط جدا يجاوب عنك اللاياته لعدة اسئلة متفرعة فبالنسبة لي انا باسل فعلا ما بعرف اذا الماضي هو لساعته اكزيست ولا لا بالحالة الفلسفية للكلام انه خلص هلا يعني قبل شوي انت قطعت راح طيب راح بالنسبة الى مين؟ طيب اذا انت قدران كبني ادم تمتلك القدرة انك ترجع بالماضي وتستحضر كل هاللحظات اللي كانت مبارح او من سنة او حتى لما كان عمرك 3 سنين او 4 سنين وتذر او بلحظات حرجة بحياتك او سعيدة جدا بحياتك كيف تقدر تسترجعها بكل هاللصة هي عبارة بس عن شي بيشبه اليو اس بي او الميموري كارد موجود براسك انت بتسترجعه ما بعتقد عندي جواب لا بس ما بعرف بس بشوف انا دائما بانه بربط الاشياء ببعضه وبقول تعلمت انه المادة لا تفنى ولا تخلق من العدم تتحول من شكل الى اخر ربما يتحول من شكل الى اخر فبالتالي العمل متل ما ذكرت قبل شوي انه الكاركتر اللي نشغل عليه واللي عاش بفترة واللي تبنيته انا وغيري بطريقة كتير كبيرة هدا وين راح هل هو شخص وجد خلقنا له مجتمع خلقنا له علاقات وانتهى هل انا الشي اللي تركته فيه مني انتهى ولا لا اي تنك ان هو اعادة انتاج لكل اللحظات اللي احنا معرفنا نجاوب عليها بحياتنا بشكل او باخر مثلا في بعض الادوار بتكون هاللحظة عندي واعية جدا ولما بخلص الشغل فعلا فعلا ما بعرف انه انا تركته لمن واحدة من الاشياء اللي كانت كتير واضحة قدامي بشغلي بحياتي لما عملت مسلسل اسمه الرحلة باخر يوم انا كنت عم صور لما تركت هذا الشخص المسخ ضعيف القوي بنفس اللحظات الحزين جدا المتعب اللي يمتلك وجهة نظر بالحياة ما عم بيقدر يوصله للناس بطريقتين او باخرى انا تركته لمن؟ طيب هذا الشي انا منين جبته؟ يعني انا او غيري منين جابه؟ جابه من اكيد تدخل في الله وعي وتدخلت فيه المعرفة وتدخلت العين والادن وكل هالداتا اللي جمعتها بحياتك بس هاي الداتا اللي موجودة هي بالضرورة اذا بترجع ضمن مبدأ الاحتمالات لابد انه تكون موجودة بشخص ما في الحياة بالضرورة ضمن مبدأ الاحتمال الرياضي فهذا الشخص الكاركتر الشي اللي احطيته فيه انا وين رح انتهى ولا لا؟ واحدة من الاشياء اللي بتقلي انه انا ما انتهى انه لكل مهنة في العالم خلين اذا سميتها بين قوصين مهنة تشوهاتها او side effects تبعا اللي بتلاقيها بترافقه كل الحياة في بعض الاشخاص بيعرفوها في بعض الاشخاص ما بيعرفوه اي دور انت بتعمليه بحياتك اي دور كان سلبي كان ايجابي كان اي شيء بيترك تشوهات ما ما بدي قلته شوهات بيترك سايد افكتس فتسأليني وين راح بقول لك ما باري بس هو exist نعم موجود في بصمي يعني بقية بركيه وترجع بتطلع بمطارح تانية ولا؟ بتطلع بحياتي بتطلع بعلاقتي يمكن بأسرتي تطلع بعلاقتي مع ولادي تطلع بعلاقتي مع اشخاص تطلع بطريقة فهمي لموضوع معين ما بالحياة تطلع باضافة وجهة نظر كانت ملا موجودة او موجودة بالجدار الخلفي تماما للمعرفة اللي انت بتدعي انك انت بتعرفها لانه انا حتى اشك عندي شكوك بالمعرفة اصلا يعني المفهوم المعرفة هو متغير ولا ثابت يعني هالواحد زايد واحد راح يضل كل الحياة يساوي اثنين ما بعتقد مش ان هيك بتختار هيك ادوار؟ بختار هي الادوار لانه بتحول شلون راح اشبهلك مثال بسيط شلون انت لما بتكوني عندك حالة خمول في الحياة بحاجة لمحافز خارجي لحتى انت تقدري تقولي انه لا انا بقدر بعمل كذا وكذا وكذا بحاجة لتمارين اكسرسايزز اكشن ورياكشن بحاجة لفعالية ما تصير بحياتك فبتقرري انه تتحركي بتقرري انه انت تفعلي شيء اما بقرارتك الشخصية اذا كنت تمتلكي هاي المعرفة او الطول او بمساعدة خارجية ممكن حدا ممكن فيه ناس تروح لعند كوتش بالحياة بيقل له انت عندك هاي المكان خامد بحاجة انك تحركيه فيه ناس بتنزل عرياضة فيه ناس بتفتح كتاب فيه ناس بتقرر انه هي تشوف شو في شيء بيشبهها بالسوشال ميديا بالحياة بالاصدقاء يعني بيحاولوا انه يفعلوا مناطق كانت خامدة عندها بالنسبة لي انا بحس انه الغوص بهكذا نوع من الكاركترز او الافكار بيعمل لي نوعا ما مثل لحالي للافكار اللي انا بمتلكها للداتا اللي انا استقبلتها واللي ضلت موجودة عرف في المكتبة مثل الكتاب انك انت حاطه يعني انت اشتريته قريته وحطيته وعرف طيب هادا شو ترك عندك ميرمي يعني انت اوكي وين شو اللي عمله شو المانفستيشن بركب اللي واعيه وبيترياتين شو انا حولته بس لداتا او لمجموعة صفحات وخزنته براسي ترست بي انه بعد فترة ما رح يفيدك هاد الشيء او المعرفة اللي عم رفتها ما عم بحكي على الكتاب ممكن لوحة شفتها بحياتك او او فيلم ما بيصير يكون هو مجرد داتا فقط موجودة بدون اي فعالية لازم تستفيد منها اكيد يعني مثل الرياضي اللي بيتدرب اذا ما نزل اذا ما استخدم اذا ما كان فيه كومبتتر قدامه اذا ما كان فيه مسابقة كتير كبيرة لحتى يستفيد من التولز تابعه ما بيقدر ما بتطلع نحن كلنا عنا هذا البوتنشل انه اذا مثلا مثل ما عم تقول نتمرن فينا نوصل نحن لمرحلة معينة اذا في حافظ من بره بيطلقنا باتجاه معينة We can be هذا السايكوبات فينا نكون هذا الزوج فينا نكون فينا نكون كل شيء انا عندي دائما شغلة التبه باكتر من اللقاء بالهلا بسي بحسة انه كتير انا مؤمن فيها بانه انه انت دائما محكوم بي شغلي على شكسبير انه انت محكوم بظرف او بكلمة اسمه maybe يعني تسألني انه انت ممثل جيد هلا قللك maybe بس maybe شو maybe لا شو يعني maybe yes maybe no بس maybe متغيرة دائما متغيرة ضمن الظرف متغيرة ضمن ما وصلت له الى الان الان وهنا maybe نعم بكرة لا السوابت في الحياة ايضا سوابت متغيرة يعني او متطورة خليني يقولك ما بصير يكون في عندك حالة استاتيك بالنسبة اليك وخلاص هذا الموت موت الابداع انت خرجت عن اليونيبرس خرجت عن الالية الوجود ما بتزبط ما في استاتيك لا واذا بتلاقي حالك بكمفرت زون كمان هذا الشيء كتير خطر بسرحي بكمفرت زون ما في شيء هيك بيطلعوا وبعتاد هذا الشيء كتير خطر خاصة لفنانين انه خلاص عم بيجع عيد زيت الدور كله تعال شو بتشبه شو؟ بتشبه اي جهاز ما بعض هذا المثال بيزبط اي جهاز واصل فيه الكهرباء وعم تدور فيه الدرة الكهربائية بس ما له شغال ما له شغال اي جهاز نعم تستفيد منه اوك اي صح يعني انت بتلاقي تلفزيون مطفي بس فيه ضو احمر شغال اوكي صغير اي اوكي دارة شغالة فيه بس هو بحالة خمول مطلع لحتى تفعله لحتى تستفيد منه لحتى يؤدي المهمة اللي هو المفروض وجد من اجله انت بتحط حالك بزروف انت معروف كمان مثل اكتور اكيد افضل اكتور عندك هو دانيل داي لويس الاكتور الوحيد اللي ربح ثلاثة اسكورز لبست اكتور اللي هو منو التفاصيل اوضا انا بتذكر دانيل داي لويس بلينكين طلب من كل العنم يسموه مستر بريزيدن و كرميل كان قرر يعيش بالغابة فترة معينة كرميل يقدر صحيح اغرب شي كان ماي لفت فت يعني الزنمي كان بكراسح كان بس في حرك اجرو الشمال و بعتدت كان الكرو عم بيهزوا يمين شمال بست وهلكو انت وصلت لها المرحلة يعني انت عملت هيك اكسرسايز حسب الظرف اللي ممكن انا متحلي ممكن اعمل هذا الشي لانه انا من هي المدرسة يعني انا بحب انه مدرسة المعايشة ليش لانه انت ما بتقدر تدوق يعني ما بتقدر تجرب طعم الشيء شوفي عدة مدارس بالتمثيل او عدة مدارس و لما بقول تمثيل بتشبه الحياة بشكل او باخر انت تحاكي الحياة بطريقة او بيقص الحياة هو مش اني اطلع قدام الكاميرا وقول كلمتين وخلص او دمع عيني او اضحك ضحكة او احكي نكتة للأسف في ناس فهماني هذا الموضوع خلص وقفت هون ايه لا انت لما بدك تجرب انك انت تتبنى وجهة نظر معينة او عدة وجهات نظر وتحاول تلبسهم بين ادم وتقول من خلالهم من انت ضمن الظرف اللي موجود في السيناريو او الفقرة او يعني انت بتاخد طارت من الحياة هذا الشخص وتحكيها انت ما بتاخد كل حياته بس هذا البارت اللي انت عم تحكي فيه من حياته هو ما له البارت مجتزأ فقط صح هو هذا انه معزول لا ابدا هو history انت عم تختار يعني انا اعيد معك هلا نحن عم نعمل interview مدته ساعة بس هاي الساعة هي ليست ساعة مجردة هي ساعة عمرا عمري وعمرا عمركن بلس انا رأي زمن البشرية كل اياته صح وما ترسب فيك يعني انت انا وخبرتك بالحياة اكزاكلي هلا هاي الداتا هي اكيد موجودة فيك بالضرورة موجودة فيك بس نحن ما بنعرف ما بنعرف شو موجود فينا ما بنعرف شو تاركين شو هالترسبات اللي صارت بتاريخ البشرية كل اياته اللي وصلت لنا لانه انت نتاج هدا الشيء كل اياته ممكن يكون في عندك تسعة وتسعين فاصلة تسعة بالمية خامد واللي موجود يعني الوجود تبعك هو عبارة عن ممكن اقل من واحد بالمية من كلها التجربة كل اياته السابقة ولذلك طول الوقت انا عندي مجموعة من الاسئلة اللي محاولة اكتشاف نوعا ما يعني انه من انت يعني مين انت يعني انت ليش ليش تبنيت هاي الافكار بناء على شو هل هي مجرد اكسبرينس او ان كنت انت مجرد مستقبل في الحياة او عبارة عن ردات فعل اسئلة كتير كبيرة لحقيقة بالنسبة للتمثيل لما بيكون في عندي ظرف معين اني انا عيش تجربة تحاول نوعا ما تقربني ولو تتش صغير تتش صغير لحتى انتلك بس طرف الخيط وانا بليش ضمن الاكسبرينس اللي كسبتها حاول اعمل ماتشينج بيني وبين هذا الشخص لانه التجارب نحن كلياتنا بنشبه بعض بشكل او باخر بالضرورة يعني بنرجع لكلمة ميبي انه فيما لو كنت بهذا الظرف ممكن جدا برجع بلك ضمن مبدأ الاحتمالات صح صح هذا التعايش بتضلك مثلا اربعة وشرين ساعة او طول التصوير ولا انت او مثلا انت على البريك تتبنى بعضك الشخصية لا دانيا دي لوس اربعة وشرين ساعة او طول التصوير او طول التصوير لا لا مثل ما قلت لك في عدة مدارس الاشياء في اشخاص بتكون يمتلك يعني مثلا يعني الترن اون عندهم ما له سريع اوكي عرف شو يعني بدك تقلع بدك وقت شو بدك تاخد وقتك لحتى تقول انه انا اوكي ام رادي وفي اشخاص لا في اشخاص بيمتلكوا التكنيك المباشر بانهن يفتحوا الباب بفوتوا بوم بالزبط انا ضمن عملي قدرت تلاقي تولز معينة بتخليني افتح الباب وادخل اوكي بس ما قدرت تلاقي الباب اللي بيخليني افتح الباب واخرج واو اعرفت شو يعني ايه ما بعرف اطلع يعني بطلع بزيولوجيا بس ما بقدر بطلع ذهنيا وهذا بنرجع الى الكلام اللي كنا بنحكي قبل شوي انه هو بيترسب بيترسب عندك بشكل او باخر الشي اللي منيح نوعا ما بقدر بعرف انه بيترك شي بس ما بحاول يعني في حالة وعي دائما انه ما يعملي كنترول بس شو هنل التولز اللي بتستعملوا ولا هيدا سر مهني هذا سر بصراحة ايه ما بكسب هذا سر ودائما ما بصير في حديث مثلا عن مفهوم العمل او التمثيل او الادوات اللي بتستخدمها في ادوات موجودة قدامك فيك تفتح كتاب فيك تفوت تعمل دورات فيك بس هاي الادوات بحيث كتير شخصية وانت لحالك بس فيك تعرف لان اول ما تقول لحالة تانية خلاص تخصر ما رح يفهمك ما هي فهمك وكأنه هذا السر اللي خلاص ما بقله معنا بركة و تستطول بينكم الحالك تقدر بس بس تقنيت بس دائما بتضل لحالك بعدين عايزة تكون لحالك بعض الوقت بعض الوقت يعني انا ما عندي مانع انه سافر لحالي اقعد اكل لحالي بمطعم احلى شي احب اكل بتستطيع اكتر بالاكل بحيث مش بس هيك اذا منكون شوي عم اذا بتحاول تفكر جوتك تماما تماما وبتاخد وبتفكر باللحظات اللي كنت فيها لحالك فعلا لحالك انا ما عمقول انه هاي اهم من هاي بس بتلاقي اذا بتتذكر هيك تحاول تصفن شوي بتلاقي انه دائما الاشياء بتاخد معنى اكبر بكتير لما بتكون لحالك اهيك الموسيقى اللي بتسمع لحالك غير المكان اللي بتعقد فيه لحالك غير الشارع اللي بتمشي فيه لحالك غير اذا بتغمد عيونك وتحاول ترجع للحظات معينة بتلاقي انه انت الفيش الاساسي اللي خلاك خليني إليك تتساءل او برجع لكلمة داتا معرفية تكونها غير ما بتكون لحالك طه طه ايه يعني انا باعتدت بأهمة بحيتي كنت لحالي ولما منكون مع عالم تلبس ما تلبس ماسك بس تتصرف بركبي طريقة تانية عشانك الشخص لازم يقضي وقت لحاله شخص لازم يقضي وقت لحاله او اذا اشعر انت تأشعر لحالك مكان فرقك اذا ما بتعرف تبقي لحالك من جيد ايه لأنه بنفس الوقت لما بتكون لحالك فيه واحدة ما يحكي معك مين بالمئة يعني هو فيه شخص واحدة ما يحكي معك وهذا ما يحكي معك هو ما يكتير غريب هو مين هذا ما يحكي معك صح هو مين مين يقللك يعني اذا تتصفن فيه شوى تتجده واحد بس يحاورك اسئلة عند تسكيله نعم هذا أنت بس مين أنت أنا واحد هل هو اللي بيعرف كل شيء قلتلك قبل شوي أنه نحن نمتلك المعرفة كاملة هي قناتي بس ما منعرف ما عنا التولزة لنوصلها المعرفة كاملة بس ما بضرورة تكون أنت طبيب عظيم المعرفة المجردة لما بتكون أنت مع هذا لحالك وفي واحد الحكيم تبعك خليني أقول لك يمكن الحالة المثالية للشخص اللي يفترض أنك تكونه ما عم بحكي على الوسواس وما عم بحكي على الشخص اللي بيحاول المكتسب ما عم بحكي على جوهر النفس اللي ممكن تكون أنت ويحاورك اللي بيقلك أنه هاي الميوزيك اللي عم تسمعها بلاحظة معينة يعني أنت بالحالة الطبيعية أخي ما بسمع كلاسيك ما بسمع ما بيعنيني ما بفهمه مثلا مثلا بس لما بتكون لحالك بالضرورة تأثيرها عليك رح بيكون مختلف لأنه في واحد عم يجي يقول لك أنه هذا شيء كتير مهم هذا شيء مجرد هذا شيء الكرياتيفتي اللي فيه هي ليس فقط صنيعة بشرية هو إبداع والإبداع ما بيجي من الأرض بيجي من فوق صح يعني طريقة كتير كبيرة بس طريقة كمية شيء كتير حلو لما بتكون قاعد مع شخص أكيد في أهمية تكون قاعد لحالك بس كمية في شيء كتير مهم لما بتكون عندك مع شخص تاني بتحبه كتير مثل ما بتحضر بتحضر فيلم مع رفيقك أو رفيقتك هنا عم بيحضروا لأول مرة أنت عم تحضر مثلا لتاني مرة هيك بيحب مهمة إلي أنا حاضر هالفيم خلينا نحضر جعبالك تحضروا مرة تاني وبينبسط لأنه بيجع أوقات بيحرقصني بيقال لي هلا بتشوفي شو رحي سيسير بلأ خير مش هلا هم بعمل ستريس هلا وأنت بتحب تشارك يلي بتحبه غني فيلم كتاب ريتو عجبك وبس بتعرف أن الشخص التاني ممكن يحبه ما فيك تقول للشخص بلك ما بيحب الهور موفي حضار هيدا هيدا الفيم صحة مثلا كنا عم بيقول باسل أنه فيه شغلتين فيه شي تتاملوا مع عالم فيه شي تتاملوا حالك ومش واحد أهم من التاني لا لا أبدا دول شغلتين منفصلين تماما يعني هذا الشيء وهذا الشيء صح بحكي أنه تماما فكرة أنك يعني القدرة أنك تكون لحالك واستقبال الأشياء لحالك لألك مثال هلا تذكرته يعني بناء يعني ممكن يوصل الفكرة شو معنى تكون لحالك لأنه هو بتوهج الحواس بشكل أو بآخر بطريقة أكتر بتصير سنسيتف أكتر أوكي وعلى فكرة بحقي أكتر بالمعنى السلبي والمعنى الإيجابي أوكي يعني أو خليني أقول لك مثلا على هذا الشيء اللي صار بعد شوي فكرة التشاركية هو سلوك اجتماعي ضروري نحنا نعيشه لحتى يعني هذا الـ وأنك تكون مع أشخاص وتشاركهم الأشياء اللي بتحبها والأشياء اللي ما بتحبها لأنه هي طبيعتنا نحن مفروض نعيش بتشاركية مع بعضنا البعض لكن مثلا السكة الأساسية أنت قلت أنه أنا مثلا بشوف فيلم حلو بحب شاركه مع الناس اللي بحبهم وبحب هذا الشكل العام والشكل الآخر نوعا ما فيه جائزة معينة بتحب تعطيها لحالك أنت بأنه أنا شفت هذا الفيلم ولقيته كتير حلو وأنا عم أقدم لكم فيه إحساس بالرضا ميونين أنت عم تقدم له شيء كويس صح؟ أو لا؟ كمان اللي ما بتطبخ للأشخاص مثلا مثلا لأنه أنت أحيانا شعورك بالسعادة جاي من توصيل السعادة للآخرين تحديدا الأشخاص اللي بتحبهم 100% أوكي يعني أنت بتمبسط لما بتشوفهم مبسوطين أوكي هاي قمة النبالة أنك تكون نبيل مع الأشخاص اللي بتحبهم وتشاركهم معرفتك أو الشيء اللي شفته حلو أو ربما بلحظة معينة عوجاعك انطباعك الأسئلتك اللي ما لقيتها إجابات بس جوهر هذا الشيء كيف تكون البرسناليتي طبعا كيف تكونت تكونت من عدة أشياء طبعا تكونت من experience من DNA من أهلنا من أقاربنا من تعليمنا وأو الأخري بس لكن الجوهر الجوهر هذا الجوهر اللي أنت أنا من وجهة نظري هو تكون لما أنت كنت لحالك يعني اللايت الأساسي هو لحالك يعني أنت لحالك شفت هذا الموفي أوكي ولحالك قال لحالك عمل معادلة كتير كبيرة سريعة جدا وخلاك تحبه لعدة أسباب ما بنا نبحث فيه هلا أو خلاك تكرهه أو أثرت فيه أو قلت عنه بشي محلو أو خلاك تضحك أو 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 نتيجة عدة أسباب طيب كيف تكون هذا الشيء هذا اللي حالك قال لحالك أوكي بأنه هذا كتير هذا كتير مهم وبدأك شاركه مع حدا إيه فأنا بدي شاركه مع حدا صح أوكي بس أنت ما تكونته يعني ما قدرت تكونه مع حدا إيهن لما بتكون مع حدا اللي عادة بتكون بقصص الحب لما منحب أو منفكر حالنا منحب أو منعيش تجربة نوعا ما بالأيام الصغيرة بالأيام عفوا من الطاقة وكذا وكذا وإلى آخره فتصير بتحس أنه يا الله شو حلو الخريف شو حلو الشتي شو حلو مشيئنويها تحت المطر شو حلو بتحس أنه دائما بترسم صور تحس حالة كفاية على متحف وبتتبنى لوحات وترسمها أنت الإمجانيش بتعمل صح لأن نستالجا هيك كل شيء بيكون أحسن لما بتطلع في الأور بس لأنك أنت أنت بهذه اللحظة أنت وبس أنت كنت سعيد صح تجد أول شيء الساعدة تجمل عندك بعدين أنت ترجع بتعطيه لأحد أخر في المسبب هو شخص آخر هو شخص آخر بس أنت ما كنت بتعرف بوقتها أنه هي علاقة في خديعة بتصير بوقتها بأنه أنا عم حس حالي بأنه أنا قوي مارد عم بسمع غير عم شوف غير عندي طاقة قوية ما بتعرف مين عم تستمد هي قوة الحب مثلا قوة بس أنا بوجهة نظري أنه أنت لأنك قدرت تستفيد من شخص ضوالك على هذه الأشياء عارت شو يعني لسبب ما المحفز محفز فظيع لهذا الشخص اللي هو كل حياتنا مندور أو منبحث لحتى نكونه تمام تمسفت كتير الأمور أبدا نحن عادتا يعني هذه السادة معمولة لهيك حديث ومنجرب نحن ما نروح على الأقصص السطحية لأنه منشوفك يمين شمية كل وقت أين نفوت شوي أين نفوت قد ما بدك أنا كل وقت نفت أنا قد ما بدك تعرف أنا ميدا بالمجال يعني نشتغل بالإعلام نشتغل بالسيريز وبالبودكاست وبكله الأصص هناك شيء لاحظناه ونحن مش الوحيدين اللحظناه أنه أنت بالنسبة للتمثيلك قدرت ما بدك تخرق الجمهور المصري بس بآخر مستثرة أنت بساتو بـ تبنوك يعني ومصر منه بلد صغير عنده فوق المئة مليون وواحد وما عنده شورتج مسلين عمالكة عمالكة سويدنية يكن لديهم تاريخ يعني هذي بسقفتهم تقدر الشخص يفوت على بيوتهم وخلاص يتقبلوك أوكي هذا بس خياط عم بيمثل وهو مصري أو عم بيحكي باللهجة سطحيا بتشوف أنه أوكي انت غيرت لهجتك في شيء تاني نحن مش شايفينه بالتمثيل تبعك بتغيره أنت كنميل تكون أو تتبنى شخصية مصرية التأسيس واحد يعني التأسيس واحد لطريقة بناء الدور هلا أنا ما فيني بحكي أنه يعني تجربتي بمصر فادتني كتير وعطتني كتير وعطيتها كتير بس خليني أقول لك أنا أرجع للأصل الأشياء أصل الأشياء بأنه من وجهة نظري أنه أنت تقدر كنا نحكي قبل شوي كيف ممكن تحاول بأنك أنت تبني كاركتر ينتمي إلى المجموعة ينتمي إلى المجموعة بشكل كتير واضح أو بشكل غير واعي تمام يعني هلأ بتسألني أسئلة أنه هلأ أنت بتعرف مثلا أنه شو يعني تنتمي بشكل غير واعي بيقول لك لا ما بعرف بس بحاول يعني لما أنا مثلا بدرس الكاركتر وبأخذ هذا الكاركتر وببنيله عالم تمام مختلف تماما عن أنا اللي عشته وبخليه ينتمي هذا الشخص لمكان ما فأنا إذا ما كانت سلط التواصل بيني وبينه كتير كبيرة إذا ما خلقت علاقة كتير متينة بيني وبين البيئة طبعه فرح يضل على السطح والمصريين يعني كجمهور كمان صعبين صعب جدا وإنما الجمهور هو جمهور إذا كنت حقيقي وسادق أوكي رح توصل وإذا كنت أنت عم تشتغل حقيقة يعني مقتنع مآمن بأنه أنت هذا الشخص هو هيك وينتمي لفئة معينة لبلد معين لحضارة معينة هو نتيجة مجتمع ما أوكي إذا أنت كنت مصدق هذا الشيء فأنت رح توصل دورة بتبين طبعا هذا الشيء اللي هو يعمل لك ميكانيزم العمل في أشياء أخرى بقى لأنك تكون سمارت تعرف تختار لحظات معينة من بعض الأدوار يعني بمعنى الدور الفلاني مش الدور الفلاني تعرف بأنك أنت خليني يقول لك أنه مثلا تخاطب لا وعي ما لأنه بعتقد أنا بأنه نحن مثل ما قلتلك مع اختلاف ثقافاتنا كل اياتنا بس نشبه بعض كثير يعني الشبه أكتر بكثير من الاختلاف وإنما للأسف الشبه ما كثير بنتضوى عليه يتضوى على الاختلاف دائما ولكن تجعيش العالم نشبه بعض بطريقة مش استثنائية يعني طريقة كثير كبيرة كثير كثير كبيرة مش بس اللغة ولا اللهجة في شيء تاني البنيان صح البنيان والسايد افكتس تبع الأشخاص يعني أو النمازج البشرية اختلفت باختلاف شو عم يستقبله أوكي يعني مش حالة نقية يعني أنا شو عم بستقبل عم تتكون شخصيتي شو عم بستقبل عم تتكون شخصيتي ولذلك الحوار بينك وبين الأنا اللي حم نحكي عنه قبل شوي ضروري جدا لحتى نوعا ما إذا كان هذا الحوار صحي وكيف بيكون صحي هذا الو بروسس طويلة عريضة بتخليك تعرف بتخليك نوعا ما إلى حد ما متوازن وتعرف انت وين على الماب الماب ما بقصد الخريطة الجغرافينية بستعرف انه انت وين وين موجود لأنه نحنا شو محلك بالأعراب شو محلك بالأعراب لأنه كتير أحيانا نحن بحكي عن الأعراب كتير أحيانا انت ضروري تكون مفعول به صح وبالضرورة أحيانا تكون فاعل ولما بتحكي كل شيء له يعني كل شيء له أسقاط بالحياة صح ضروري أنك تكون مبتدأ وأحيانا ممكن تكون خبر وفعلا أحيانا ممكن لازم تكون صفة ومفعول مطلق يعني المعاني ما أجت عن عبس إطلاقا نحن بناخد المعاني ونتصرف على أساس أنه هي معنى مجرد لا هي ليست مجرد كونك فاعل أنت فاعل تعرف أول مرة بشوف قواعد وإعرب يعني في نقص تعملون بأسلوب الحياة شكرا لك أول مرة بفكر بيون بطريقة كل كم يوم نعمل شر أنت ما بدك كن موينة بيحكي عن الجمهور المصري وكتب تفسلنا شوي أنه طريقة تمثيلك وانت مين هو أثر ما فيه أنه ملعبة شي لا توصل لجمهور المصري زيبنا نعمل شوي زوم أوت ونحكي عن الجمهور العربي سألك قريبا 25 سنة بالمهنة شايف تغير بالجمهور العربي ناطر شي غير حاسس أنه بده شي تاني حاجاته خلفت توقعاته تغيره شوفي اللي منرجع كمان للحديث لأنه أنا دائما بشوف أن الأمور ما بتوانفصل عن بعض البعض مستحيل وضع السكون أو الاستاتيك الضل بمحل دائما فيه متغيرات متغيرات من وجهة نظري مهمة يعني إذا كان تقدري أو عندك القدرة أنك أنت تطوري فيفترض أنه دائما تطور يعني يفترض أنه تطور للأحسن فأكيد بحاجة يعني بالضرورة أن يكون بحاجة طبعاً طبعاً شايف أنه فيه تغيير بس من أي ناحية يعني من أي ناحية عم بيتطور الزوء هذا سؤال كبير يعني يعني أنا عم شوف المساسرات عم بتصير أطخم عم ببركة التمثيل عم بيكون أحسن عم نوصل لشريحة أكبر من العالم الفورماتز عم بيختلفوا طبعاً هذا شيء كتير منيح يعني أنت مثلاً بالثمن والثمن هو فورمات تركيا بس صار فيه جديدة للعالم العربي وهذا شيء مكسر الدنيا يعني نحن نشوف طبعاً كل الوقت هؤل المساسلات تمام بيعملوا مجهود يعني وشوفنا نادين نجيمبي وأخيراً يعني غير مش أنه هي ناطرة أنه يجي رجل يخلصها لأنه انخطف لا هي عم بتخبش ميل واليمين مش فعول ملادول هي البطلة يعني الأساس بلشو بلشو يتغيروا في بعض أصاص إذا بدك متما كنا نشوفهم بس في شيء تاني هيدا الجمهور بدويا أو لا أنا ما بعرف يعني أزا بدويا ولا لا بس يعني هون في كتير أمور بتلعب أدوار يعني نحنا لازم نعرف أولاً بداية كونه نحنا بنشتغل بهذا المجال لأنه في شيء اسمه فصل أنواع بالمهنة فصل الأنواع هو أنه كل نوع له هدف من إنتاجه أو العمل في كل نوع معين بالفن عموماً في فصل أنواع تمام يعني نرجع نحكي دائماً بحب أن أقول أمثلي حتى تقربها لحالي أنه أنا لما بشوف صورة فوتوغرافية حلوة كتير مختلفة عن أني نشوف لوحة مرسومة مثلاً ثلاثة أو مرسومة يعني مرسومة بتكنيك معين لما بشوف فانكوب مثلاً غير لما بشوف يعني بقصود أنه هون اسمه فصل النوع لأنه الانطباع مختلف تماماً عند تعاملك أو حالة التفاعل مع المادة المقدمة مزبوط ماشي الحال برجع بقولك أنه أنا ما بحب فزلك الأمور أو فلسفة زيادة وإنما بيضطرني أحياناً أنه أحكي بهذه الطريقة الجمهور دائماً بحاجة لشيء ما بس هو بحاجة لمين بحاجة إلى هو عم يستقبل أنت شو عم تقدمي فيه ماكينات أعلامية بتقدم صح بتقدم برودكت معينة هاي الماكينات الأعلامية أنا بشوف أنه لازم يكون في عندها فصل أنواع تقدم هذا وتقدم هذا وتقدم هذا وتقدم هذا فيه ناس ما حاب تفكر حاب تنبسط بس تتحك موجود فيه ناس لا حاب تشوف شيء يخلي لها مثلا أزمة وجودية لا تفكر يعني نرجع ضمن مبدأ أساسي في الفن شيء اسمه التطهير يعني اللي هو حكى عنه أرسته يعني هذا مبدأ جزء لا يتجزأ التطهير بس كيف أنت بتستخدمه كيف تتعامل معه وين بتحطه هاي بحاجة لناس عتاولة كبار بيقدروا بيعرفوا هذا الشيء بيقدروا ينفزوه السوق كبير ولكن لا يجب أغراقه بمنتج واحد أو اثنين أو ثلاثة بحكي على نوع يجب تنوع الأنواع الفنية لحتى ما يصير في عندك توجيه باتجاه نوع بس لأنه حاجات الأشخاص بتختلف يعني في كتير من رفاءات مثلا أخذ أخذ نبوزج بيحطوا وبيحضروا مع أنه حضرينه عند مراد كثير بس كما ما بعرف أنه كيف طبعا يريحوا دماغهم بحاجة في حالة بيحضروا مسلسلات كتير دسمة وكتير بتخليك تفكر مثل ما كتا بتقول في ناس بحب بتخاف تحب تتفرج يعني أنا ما بفهم أنا الهورور موفي لا لا في ناس بتحب بعرف ليش بتحب لأنه أنت لما بتشوفي يعني في حالة أدرينالين معينة بتطلع عندك بتطهر يعني شيء بحياتك أنت كشخص مستقبل ما بتعرف شو هو بس أنه أنا بحب أفلام الراب طب ليه سألت حالك ليه في كتير أسئلة كبيرة يعني ما في دعلا نغوص فيها هلأ عم نحكي أنه نحنا نعرف أنه إذا بدك الاندوسترين مقصمة هيك ثلاثة عندك المصري كنا عم نحكي عنه اللي أنت موجود فيه والمصري وعندك الخليجي لأنه أكيد في جمهور العربية بس كل جمهور ناطر شي نحنا كنا نتسئل ما زيل الجمهور وما زيل المسلسلات والقصص عم بيتغيروا عم بيعرضوا عم بيعطوا غير شي للجمهور أنت رح بتعتبر بتفتكر أنه رح نكسر هول الحواجز وين مش بس القصة جريئة رح يكون المشهد كمان تفتكر أنه القصة جريئة يعني إذا بناخد الثمن أنت عم بتمثل زين يلي لما بتجي سارة وبتطلب منه مصاري بيعطيك 200 ألف دولار بشرط ليلة معي القصة جريئة بس المشهد منه جريئ بتفتكر رح نوصل لهيد المرحلة يعني مثلا هلأ أنت حكيتي على أنه تقولي أنه مثلا الجمهور يعني خليني أقول بن قوسين الدراما مصرية الدراما بان أراب الدراما خليجية هذا فيني أقول يعني أرجع أقول حط أنه هذا تحسي أنه نوعا ما هو المطلوب صحيح مصبوط بس في درامات أخرى في دراما محلية أنا جاي من دراما سورية في دراما مغربية في دراما تونسية في دراما سودانية في دراما عراقي في كل كل مكان له الدراما بس مثل أي شيء تريندينج بتوجه أحيانا بأنه يكون مطلوب في فترة معينة بفترة كانت الدراما المصرية نمبر ون بفترة ثانية كانت الدراما السورية نمبر ون بفترة معينة صار يعني مثل أي نوع فني صحيح أو لا بفترة كان مثلا الجاز عظيم والمدري شو البوب في تريند في أشياء يعني والسورياليزم وكمان بالفن يعني أنا مثلا هلأ حاطت بالسيارة بحب أسمع مايكل جاكسون أحيانا أنا بالطلب مثلا ابني بتضحك عليه شو هم تسمع عرفت شو الموسيقى ده شو هي الموسيقى بس أنا بنستلجية يعني بتسمع بس بتسمع بنستلجية لأنه بتسمع وبتتذكر فالفكرة بأنه مشان يكون السؤال أنا بالنسبة قدر جواب عليه صحيح بأنه التوجه حاليا لنوع معين في الدراما أو معينة في الدراما لا شك بأنه هاي المعامل كلا أولا خلينا نحكي على الاندستري بشكل عام لما بيكون في إلا دعم لما غير الدعم اللي هو الدعم في أشخاص من جوا عم تحاول تخليها الصناعة تزدهر وبتزدهر بالتجربة والأكاديمية والخبرات يعني long story أوكي الدراما هي ليست الواقع ولا يفترض بها أن تكون الواقع هاي نحيا الدراما ليست واقع تحاكي الواقع أوكي أنا لا أرفض وإنما لما بيكون في عندك مجتمع كامل بنسبته الكبيرة قادر أنه يستقبل نوع معين من الدراما ساعتها أنت بتقدر تقول تعمل هذا الشي بدون أي تساؤلات أو بدون أي مخاوف تمام لأنه نحن عايشين بمجتمع بمجتمع شئة أم أبيت فيه تابويات معينة أكي وهي التابويات اختراقها ما فيني يقول عنه أنك أنت بس تخترق معناتها أنت جريء لا قد تكون غبي أحياناً إذا أنت اخترقتها يعني أحياناً المعرفة في غير موضعة جهل بدك تعرف جمهورك المعرفة في غير موضعة جهل ويفترض أحياناً لأنك عارف تقول ما بعد لأنك عارف يعني ما بالضرورة أنك تكون أنت عم تمثل رأس الحربي وفقط تكون غبي أحياناً إذا أنت بتعتقد نفسك فقط رأس حربي فما بعد إذا جوابت بطريقة غير مباشرة أو بطريقة غير مباشرة لأن الجواب المباشر لسؤال مباشر مثل هذا ما بيزبته تتسألين سؤال مباشر رح جاوبك بطريقة غير مباشرة لا بس تعرف في صديقنا العزيز المسل بديعبه شقرك اللي عم بيقلنا أنه أوكي بركة نحنا المشاهد ما بتكون جريقة بس إذا أنت أنك بحكوم بركة بجمهور معين اللي بركة ما بيتقبله للأصص إذا أنت فيك تقنع جمهور أنك بتحب شخص بدك تتجوزهم بدك تعيش معهم بدك تخطير معهم بتحبهم من كل قلبك بلا ما تدقرهم بلا ما تعمل شي جريق يعني أنت ممثل عظيم وهذا الشي منه تفصيل مثلا ما بعرف إذا هذا الشي موجود كمان بالغرب بس تي صعب تقدر تقنع هيدا الجمهور بلا ما تعمل شي جريق لأنه إذا تحب شخص بتبوسه طبعا هاي أشياء طبيعية لأنه أنت عم تحاول يعني برجع بقلك أنه الدراما لا يجب أن تكون واقع وإلا صارت وسائقية لا يجب إذا بدك تحول تربطها بالفن فالفن هو الموضوع أنتو عم تخدوري لأماكن كتير بعيدة برجع من نخطئ واللبيب من الإشارة اللي يفهمه عرفت شو بقصود يعني أنت عم تحاول تقدم صورة معينة عن الحياة حتى لما بدك تحكي بصراحة حتى لما بدك تحكي عن أشياء خليني أحل لك مثلا تكسر تابويات فأنت ما بس تكسرها لمجرد أنك كسرتها أنت لازم تكسرها لغرض ما تكسرها بطريقة أرتستيك تكسرها بطريقة تقدم فيها حل لا تكسر وخلاص فأنا عم أقول لك أنه لما بتحكي أنت على الجرأة أحيانا الجرأة بتكون فيزيولوجية صح؟ طيب و بعدين يعني أنا بدي أقدم مشهد جريء فيزيولوجي خلاص لحتى أعمل بلبلة وخلاص تستفز وخلاص أوكي فيك تعمل هيك يعني فيك تعمل هيك بس أنت صفيت سوري أنا مالي بس برودكت تعرف يعني رح أقول لك مثلا مثلا أنا أحلى نوعين في فيلم اسمه أريزونا دريم أوكي تتذكروا المشهد تبع سيارة الإسعاف جوني داب جوني داب عمو أيوة بالظبط عمو بيطلع بها السيارة ويفترض أنه تصبح لديه أزمة قلبية لا أبدو أن أتحدث عن الفيلم فسيارة الإسعاف يأخذ المخرج لقطة سيارة الإسعاف ماشية في هايوي مع ميوزيك تتصاعد رائعة الميوزيك هو عظيمة كانت إيجي بوب إيجي بوب كان آه آه السيارة أنت تعتقد أنت تشوف لانك شوت لسيارة إسعاف خلص أنت شفت الحداث وطلعت بالسيارة وما رأى بها لهايوي فجأة السيارة بترتفع عن الأرض وبتطلع هيك بتضير ع السماء عندك فيني يعني لديك وفيني أخذ هالسيارة ونزله بالمستشفى وفوته على ما بعرف مين وجبله تبع القلب صار نوع آخر صح بس هون بيقلك فصل النوع فصل الأنواع أنت شو عملت هون وشو عملت هون هون قدمت حالي أنا واثق تماما واثق تماما لأبسط مشاهد إذا ما قدر يفهمها تركت انطباع عنده ورح يفهمها بالتقادم بلازم تلقموا إياها يعني ما بيصير تلقموا إياها يعني أحيانا تبطر تلقم بنوع معينة تبطر تلقم ولذلك بديت حديثي بيقلت لك فصل أنواع شو بدك لكل مقام مقال بس أنا هي السيارة عم قلت لك مثال بسيط السيارة طارت طلعت على السماء واختفت بالسماء استوعد شو صار فهم شو بدك أنا ما بقدم لك الحياة كما هي ما بيصير قدم الحياة كما هي أبدا صح وقال ليش يعني يعني لما أجو مثلا لما عملت مثلا لما كتبت حوارية السياد والعابد مثلا زمان ولم كتبت مثلا كل الميثالجي القديمة أو كل المسرح القديم صوفوكليس آس خلص يعني هدول ليش كانوا عم يكتبو يعني مشان شو يعني في عندك يوميات كانوا ممكن يأرخوا مرحلة وفيه لما أجت مثلا كتبوا أوديب ماليكان أجزال أوليش كتبها لأنه هو عم يحكي عن فترة معينة يعني يفترض بالفن أن يصلح لكل زمان وما كان لأنه هو بيحكي عن جوهر الإنسان لما بيحكي عن مشكلة محلية بالضرورة بلشنا حديثنا أنه احنا بنشبه بعض بشكل كتير كبير وإنما يتم التضواية على الاختلافات أكتر من التشابع فأوديب يعنيني أربعمية قبل الميئات يعنيني يشبهنا كيف هذه القصة قدرت تضاين العصور وتحكيك لكن لأنه هو شي بيهبل وفاتت فرد وفاتت طبعا يعني برجع بقولك أنه أنا ما لي ضد أي شيء وإنما بحب أن يكون في فصل نوع يعني فصل نوع أنا أريد من هذه المادة كذا فأشتغل على أنه كذا ما بيصير أخلط يعني ما بيصير أعمل خلطة أنا ما ليس أقول عنها لأن بضايا هويتها مو صح بدي أعمل بدي أرخ لمرحلة بدي أعمل وثائقي بدي أعمل وثائقي بدي أجيب ناس حقيقيين عاشوا التجربة أوكي لما بدي أجيب شخص يعيش احكي عن قصة أوكي هي من الحياة ولكن ما لازم عملها كما تشبه الحياة عم تحكي عن شخصية حقيقيين لاحظنا أمرار أنه مثلا الديالوج يعني اللي بنشوفه على التيفي بيختلف عن مثلا الديالوج اللي نحن عدت نحكي أنت لما بيطلع لك سكريبت بتقول حرفيا شو مكتوب على السكريبت لا تغير لا شو بتغير شو بيصير ما بعرف يعني ما بعرف بس وهي شغلة الحقيقة كانت يعني نوعا ما يعني تعمل لي نوعا ما يعني خليني إليك مثلا مش مشاكل بس أنا ما بقدر ما قدرت حتى لما كنت طالب يعني أحد أسباب رفضي في المعنى العليف المسرحية أنه أنت أنه من فكر حالك مثلا أنت كيف تقول كيف تجاوب مثلا شخص ما لديه كل الخبرة بس كان ردة فعلي بأنه أنا ما عم جاوب أنا عمقول وجهة نظري أوكي قد تكون وجهة نظر ضعيفة عمرها 17 سنة بس لا يعني بأنه هي غبية طلاقا أحيانا ولد صغير عمره 3 سنين بفاجأك بسؤال مبارح طلعت رسمي لأبني شمس مبارح مبارح كنا عم نحكي أقسم بالله موجود فيها من المعاني أنا لا أدركه حاليا لا أدركه رسمك عن عمره 3 سنين مثلا 3 سنين وشوي كيف عم نقول أنه ما بيفهم أكتر مننا هو لا يمتلك الإكسپيريينس أوكي اللي تخليه بيشبهنا بهديك الفترة بس هو يمتلك عنده نقاط أكيد طلع عليها يعني هي أوكي هي رسمي بس هي معاني هي معاني كاملة فعلا ما بتجي بتقولي أنه أنا ليش ما بالتزم بالنص مو لأنه أنا مثلا بس ما بدي التزم بالنص لأنه أحيانا بحس بأنه الكاركتر اللي أنا عم بشتغل عليه ما بيحكي بهذه الطريقة يعني ما بيقول ما بقصد صوته منطقه ما بيصير هيك يكون ما بيزبط بتغير كثير من الأحيان بيقبلوا المخرجين ما بعرف أو كلهم حزب لا شوفي أنا حالة تشاركية كلياتها يعني ما بعمل شي أنا يعني ما بعمل شي لحالك مخبة أكيد أبدا ما عندي هالتريكس أبدا ما بعرف بعملها أصلا بحب العمل يكون تشاركي بحب أنه أنا أشتغل أنا والمخرج والكاتب يكون فيه شراكة حقيقية أكيد ولما بيصير فيه ثقة يعني متبادلة إيه أنا ما عم شوه أنا عم زيد يعني بالنسبة للمخرج ولا بالنسبة للكاتب ولا بالنسبة للممثل لما عم بيقل لي نوت معينة لاقيه أنا بتضفلي أهلا وسهلا طبعا بالعكس بس أنا أكيد فور شور أنا ما لي شخص منفذ من لما كنت طالب من لما كنت طالب في المعهد ما لي شخص منفذ ما بعرف كون منفذ كنت عم تحكي عن أغيزونا دريم والمشهد لما بطير كميسال السيارة ويلي بيفهم بيفهم ويلي بيحس بيحس وكل واحد فيه يستوعب بطريقته يلي ما بركب المدرسة ما بيخلونا نروح أبعد من يلي بيدرسونا يلي رح تفهم لين وين عم بوصل كنت عم بطلع لما كنت عم بيحضر الثمن وبعدين فهمت لأنه حضر أريت مؤيبة يلي عملتها مع جانين ياسبيك بي فوق أريبيا طلعت هيك على التاتو يلي مكتوب عائدة طلعت قربت عملت بوز أكيد أخذت الجملتين حتيتهم فتشت عليهم وهيك مبسطت اكتشفت أنه هولي الجملتين من بوهم لأختيو غنبو الشاعر الفرنسي وأنا بعرفهم بالفرنسي وهو البوهم اسمه اترنيتي ما كنت بالمدرسة وأكيد لما بتفوت وتدرس الشاعر بيقولوا لك هيدا معناتها هيك اترنيتي معناتها الموت وبيفسروا لك أن هيدا جملة معناتها هيك وبتنسى أنت تستلق البيوت مثل ما أنت بدك بدك تشوفه مش ما أنت لما بتوقف قدام لوحة قد بفسروا لك شو معناته وشو كان قصده بيكاسو وشو كان قصده فان جوغ بنفرغ من معناه بدك كمين انتا تخيضا متما انتا شيخ والإحساس فهول جملة رح أريون بالفرنسيوي رح أريون بالإنجليزي متما مكتبين ايداك ودك تخبرنا الصوتون بالفرنسيوي بيقول Arthur Rimbaud ألي رتrouvé كوا لأترنتي ومنزيت التلPOEM بيقول سيلا مر اللي avec لسولي لذا كانت تتكلم مره مره بيقول بيقول وضع لذا كانت المقال بيقول لما قرأت المقال بيقول بتفسير انه هول الجملتين كنت كتبون عورقة معلقهم بالقوت لما كنت أصغر ولما جعت هيدا البيت رجعت لقيت هيدا الورقة لقيت بس هيدا الورقة اللقيت بس هيدا الورقة بس معلقة هيدا آه وقررت تعمل معنى طبعا هول الجملتين بوقت زيتون عن يوم نعم شو كان معناهم القابل شو لقلك شو معنا شوف أحيانا أنت بتدوق بعتذر على أنه أنا أحيانا بحاول أنه فسر الأشياء ببساطة أول شي ومن ثم لأنه أنا بشوف البساطة هي يعني أنك تكون بسيط هي شيء بيري كوميكيتد أنك تكون شخص بسيط لأنك تحتاج إلى حكمة لا تعتذر ما تعتذر تمام ما رح أعتذر أحيانا أنت تأكل شيء ماشي تنبسط تحس الطعم واو ماشي واو بيور واو قد يكون هو طعم واحد يعني فروت مثلا أو شيء وقد يكون عبارة عن خلطة متنوعة أكلة طيبة مجردة غير اللي أمك بتعمله لأنه مرتبطة بإمك عم بحكي على أكله مجردة تمام هذا الشيء هذا التفاعل اللي صار هو عبارة عن شو أنت في شيء دخل لألك وأنت قيمته بأنه واو عجبك صح ولا لا أنت لا تدرك حاليا السبب ممكن يكون فيه أطيب كتير بس فيه اتفاق جمعي أنه الفريز طيب صح فيه أشخاص ما بتحب الفريز أنا واحد مثلا ما بتحبه يعني التاس تبعه بلاقوه مثلا مو طيب فيه أشخاص كتير هيك بالحياة ببساطة شديدة أنا لما قرأت آرثر رامبو حسيت بأنه بنفس الفترة اللي قرأت فيها شغلة اسمها أكيد بتعرف فيها اسمها بالعربي لأنه لأسف أنا معك كنت أقرأ بالعربي يعني مو مش للأسف بس بأصد لأنه ما قدرت أقرابي لغته الأم وما كنت بمتلك أصلا لغة لحتى أقرابي لغته الأم قرأت شغلة اسمها أناشيد مالضرور لطغيامو إذا سمعني فيه اللي هو الكتاب اللي تمدده فيه مبعد المدرسة السوريالية في العالم كأدب وكفن وكمرجعي كثير مختلفين عن بعض كثير كثير مختلفين عن بعض بس لقيت أنه يعني تحديدا أثر رامبو عم برسم لي صورة يعني أنا لما عم بقرأ بالعربي عم شوف صورة رائعة ملونة ما بعرف سوري أدكن عمرك كنت سنة أولى معهد عالي فنو المسرحية كان عمري سبق 18 سنة لأنه عال نحن 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 أنا أنا لا أجد لأننا نحن 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 هو أصلا وقف مبكرا ويقف الكتابة مبكرا فالذي أحبته فيه بأنه الصور التي كان يرسمها لمستني بشكل أو بأخر مثل مثلا جملة مثلا سيلور العربي تقول والشارع يهتز كالوطر المجدود علقت براسي لماذا لا أعرف لأنه أنا كنت حس بأنه لما بتكون أنت متوتر يعني مثلا الشارع يهتز كالوطر المجدود واو كتير بتشبه لا في غيري يقول لي تضرب أنت والجملة بس أنا بالنسبة لي حسيت بأنه يعني أنا بقدر برسم أنا أنا بأسل لما بيحكي هو أنا بقدر أرسم أنا ما ليرسام بس I can أرسم اللي هو يقوله بطريقتي وحدة من الأشياء اللي رسمت بطريقتي وكانت عبارة بتشكل لي نوع من المعرفة خليني أقول لك يعني بوابة معرفة أنت ما وصلت له ماشي يعني أنت في بوابة معرفة تدرك أنه في معرفة من خلال البوابة هي ما بس أنت ما تقدر توصل لأنه أصلا الوصول بحاجة لمعرفة كبيرة لحتى توصل على البوابة وبدك التول حتى تقدر تفتح الباب بس بكفي أني أنا أقول أنه هاي الصورة اللي رسمت لما كان عمرية 18 سنة لما بسترجعها بتخليني حس أنه لساعة 2 عمرية 18 سنة بنفس الطاقة وبنفس الإدرة مش عمريا فعالية بلس بأنه حسيت أنه هاي ساين إشارة بأنه بيتي كله وقع وهجم لساعة موجودة حبيت أنه أنا بضل مع القفين يعني لحلق يعني لحلق بشوفها دائما لحلق لحلق بشوفها في جمال وفيه هيك لويح بتضل معنا ومش ضرور يكون عندك هاي الخبرة كما تستوعبها أو تعرف كيف ترسم كما تقدر تلاقي الجمال فيها أمرار أنا ما بعتد أرتست لما بيرسم شي أو لما بيكتوب شي بيقول أوك هاي الرسمة إلا فئة معينة من المجتمع أو لأهل الأشخاص اللي بحفوا يحكوا هيدا اللغة وميسوا هذا الشي ولعم بلاحظوا هلأ يعني بحف إذا هذا الشي أنت كامل بتشوفه مع شمس بس الأساتذة وطريقة التعليم كثير عم بتلقمنا الأمور يعني عم بتخلينا نحنا نفوت بالكرياتيفتي أكتر و يعني نبني بركة هوية كرياتيف بتخاف أنت بركة بعدين أنه لما يكبر لما يصير عنصر من المجتمع يخسر هذا الشي وفي طريقة تعليم تختلف أكيد طبعا أكيد كيف تجرب تحافظ عليها؟ صعبة كثير أني ضل عم بقدر حافظ عليها ولكن أكتر شي بحس أنه هو ممكن يعملو يعني واحدة من الأساسيات أنه دائما تكون أنت داعم لكل داعم للشخص الذي تحبه والشخص الذي يريدك ياب يكون أحسن منك للشخص الذي أنت فعلا حابب تعطيه تحفظ ولكن أحيانا تحفظ حتى لو أنت فادتك ممكن لا تفيده يعني لا يوجد الضرورة الذي ينطبق عليك ينطبق عليه فيها ثوابت قلت لك الثوابت متغيرة مع الأيام يعني الثوابت حقهم الآن هناك يمكن تنتقدني على الكلمة ولكن لا أقصد الثوابت أنه مثلا يجب كسرة لا الثوابت لا يوجد شيء ثابت وخلص في الحياة صح لا يوجد فأنا لا أستطيع لقم الصح والغلط لا يمكنني لا أعرف عن جد لا أعرف يمكنك تحكي عن خبرتك أنه أنا أكثر في واحد من ثلاث يمكنني يمكنني تحكي عن تجربتي الخاصة لكن بس غير ظروف وفيني قول الحق وبين وشو بيقوله في أشياء أنت بتعرف أنه هذا ما صح هذا صح هذا ما صح لكن بالصورة المطلقة أنت غير قادر على أن تقول صح وخطأ صح ما بتقدر بس كرياتيفي مثل ما عم تحكي أنا بقدر بقول بأنه مثلا الناس بتجي بتقول أنه جيلنا كان أحسن وانت بتقول بالضرورة هو متطور أكثر مننا بالضرورة بس بخاف عليه كثير يعني بخاف على الجيل هذا من هذا اللي جاية حقيقي بخاف شو رأي بمزح وحيات الله أنا مرعوب من هذا الشيء مرعوب شو اللي بي رأي أنا كمان شو اللي بيخوفكم عم بحكي على الكريتيفتي يعني اللي هو أصل يعني أصل من أصول الإنسان الإبداع المتفرد الوعي نحنا عبارة أنا بحب البلوكشين بحب الكريبتو الكريبتو والميكانيزم طبعا عظيم نعم وفكرة البلوكشين واللي هي كونكتد بشكل أو بآخر وأن أنت لازم معناها أنا خليني إليك معناها الفلسفي أنه أنت العملية لازم تتم في هذا الشيء وتخلص إلى نتيجة مباشرة ولكن هذه النتيجة اللي هي مختصة بهذا البلوك يجب أن تعمل تماما مع البلوك اللي بعده فبالتالي فبالتالي أنت بشكل بشكل أو بآخر ودسنترلايز صح؟ طيب أنا لما عم يجي الـ AI ضمن تاتا معينة وخوارزميات معينة ما لنا فيها هلأ مش هذا أهمي لما عم بيقدر يعطيك خليني يقول ما بعرف يعني بس هو مستمد مستمد من آلاف بالمئات الآلاف من من الداتا من الأشخاص اللي عم تفكر يعني عم تفكر فأنت وين صرت هون يعني كيف يعني التفرد يعني العقل المفرد وين صوفي وين رح بيصير لا يعني انتقاس من العقل المفرد بس أنت يعني يعني شو عم يعمل لأنه بالتأكيد رح تستفيد منه بطريقة إيجابية ولكن بالضرورة يعني الشق الآخر أنه هو عم ياخد مكان الإبداع البشري أنا هادري خايف منه أنه ياخد مكان الإبداع البشري يعني يكون عندك سكريبت مثلا يوم الايام يكون مكتوب كله من شات جي بي تي مثلا لا مو في يوم من الأيام ناو بكرة ناو ناو إذا الديتا مضبوطة صار في قصة هل ناو ناو مش بكرة ناو أنا عملت تجارب أهام عجب سارت على شات جي بي تي كتب لك سكريبت ما بحب أحكي والله بتصدقي ما بحب أحكي لأنه الموضوع يعني أوكي عم حاول أنا تأبله يعني عم شوف وين النواحي الإيجابية طبعا طبعا أكيد في نواحي إيجابية كتير نقطة بس نقطة الأساسية اللي هو بترعبني أنه أنت تفردك كبني آدم اللي هو الإبداع يعني الإبداع هو اللي خلى البني آدم أوكي الإبداع والإبداع هو اللي خلق شيء اسمه AI صح طيب فيما بعد إذا هذا AI أخذ هذا الدور أنت شو تصفيت عم تأمين بس بس سؤال باسل يعني أول ما طرعا مثلا الكمبيوتر أو الكالكيليتر أخذ يعني سهل الأمور لألنا صحيح أنت مش ضروري التعام الكالكيليش مثلا 3495 ضرب 5000 ومدر تحصل على الجواب ما أنك بداعي تفكر فيه لأنه خلص عندك هذا المشين تقدر تغطي عنك ما بتعتدل إعاية كمين نعبي سيادك بركة أنت تقدر تبدع بمحلتين هذا الطول يعني كيف هذا بداعي أنا أنا عم فكر يعني بأصد أنا مرعوب لأنه عم فكر يعني قصدي أنه مرعوب لأنه عم فكر يعني لما أنت بتجي بتلاقي قلتلك نقطة الأساسية اللي بترعبني هو فكرة تخليص يعني يعني يصفى الإبداع حكر أوكي على على هذا اللي اسمه الزكاة الاصطناعي واللي هو عم يفاجأك ببداياته لسه بداياته لسه ووليد لسه عم يقدر هو يفهم الأشياء وعم يتعلم هو عم يتعلم يعني أنا طلبت منه ما بحب أحب أحكي التفاصيل يعني طلبت منه أشياء قلت لحالي اللي شوف شو بداي يعطيني شو بداي يتفكر قلت له عمل لي قصة في لعب فوتبول وصاروخ وسيارة وولد صغير كتاب لي بوم نعم ساعة بس اللي فاجأني واللي دايقني بنفس الوقت أنه قدري يستخلص من هالأشياء هاي فكرة اللي هو هذا الشغل هذا هو أنك تقدر تعمل ربط شو اللي بيجمع لاعب فوتبول وصاروخ وطابة وولد صغير قدر حتى كتب لي جملة يعني دايقتني صراحة أف يس يعني ما بعرف أنت بتعتقد المستقبل رح يكون شيء بوزيتف أو نيجيتف برأيك ما عندي حكم مطلق للأمور بس طالما هو موجود فيجب التعامل معه بيرعبني نعم بيرعبني لأنه هلأ مثلا أنا إذا قال لي ابني أنا مثلا شو بدي يدرس شو بدي يقول له تروح تشار جي بي تي بتشوف لا عن جد عن جد أنا شو بدي يقول له مثلا سؤال شو بدي يقول له الفوتوغرفر حاليا فوتوغرفر عظيم ماشي الحال قادر يلتقط يعني لحظات مثال عم بحكي وين سيكون فيما بعد من بعض الإي آي طب فوت على ميت جورني صح أنا شفت ميت جورني من قبل كيف كان وكيف يتطور شي بيهبور عم قل لك أنه في شي يعني صار خلال الأربع خمسة شهور بسرعة بسرعة كثير لأنه يتعلن مثل ما قلت في ديتا والأشخاص اللي يحطوا عم بيكتبوا بميت جورني وبتشات جي بي تي عم بيكتبوا كمان ميت جورني للي كمي ستطور يعني بقصد أنه هو يعني مشر يعني بمعنى أنك تكون يعني أرعبني بس ما رح يخليني متكتف بس أرعبني لطريقة التعامل مع هذا الموضوع أفكر نعرف كيف نتعامل معه لأنه لا شك بأنه يعني لا شك اللي قدر يعمل هذا الشيء يعني أنا عندي نظرية ما أنه الداة كلها ياتا والمعرفة موجودة فيك وأنت تكتشفها يعني أنت تكتشف المعرفة هي موجودة يعني اللي قدر يعمل هذا بيقدر يتفوق عليه صح بس شو هي يعني شو هي المعركة اللي بتصير يعني شو هي المعركة اللي هي رح بتصير بعتد كمان إيلون موسك قال يعني حط تويت وبيعتد ستيف ووزنيا كمان عمل أبل مع ستيف جوبز وقته بعته تويت أو حطه بيان أنه يا جماعة نحن لازم شو هي نوقف قصة الإيائي كماني إذن نعرف كيف نضبطها لأنه عم بتصير آتوف كنترول بعتد هذا شي ميح يعني نحط هيك مش حواجز بس تويتشانلت بطريقة صح لأنه إذا كان آتوف كنترول أنا حسي عحالي عم بيحضر بلاك مير يعني ماني مبسوطة أبدا يعني كتير أنا بيخوفني صار في قصص كتير بشعة يعني بتقرأ نويورك تايمس أو بتقرأ الإصلاح اللي صار أو آتوف كنترول مش حاضرين نفتكي نحن مش حاضرين بعد لنوقف اللي عم بيصير لسه بالبدايات يعني لأنه لسه بالبدايات بس أنه يعني لازم الواحد يعني لازم يكون عم يستوعب شو هم بيصير لازم يكون هو أبدا مش ضد الموجة لازم يعني يركب على الموجة بس بطريقة احترافية يتعلم شو بدي يصير يعرف وين رأيه يقدر وين رأيه صح والموجة يجب يكون عندنا مطمعين كما تقدر أنت تستوعبها يعني تعرف في شي تذكرته أنا كنت أحكيك فيه أنت بالخاص لأن أنت من وجوه البارزة اللي بتحكي عن هذا الموضوع كنا بنحكي عن المشاهد الجريئة وكيف أمرها للعالم أو بتقدر أو بتعتبر إنجاز هذا الشي بتحكي عن الصحة النفسية أنا لاحظت أنه وأنت يعني تحكي عن الصحة النفسية بتحكي أنه بركي عندك مشاكل هنا أو مشاكل وهذا شيء كثير طبيعي وأنا كمان مع رفقاتي بحكي معهم عن مشاكل النفسي وهذا شيء كثير ضروري بس ما بحب كيف الأشخاص بيعزموا هذا الموضوع أنه واو حكينا عن حكي عن مشاكل النفسي أو حكي عن هذا الطريق أو يشوف حكيم بكره هذا الشي لأنه بحس لازم نحكي عن الصحة النفسية مثل ما أو لازم نسأل عن بعض عن صحتنا النفسية مثل ما نسأل بعض شو ما نأكل اليوم تشد به شيء عادي لازم يفتخر فيه ولازم يكون بيبيئة هلا أكيد أنا بحكي من محال بركي شوي لأنه رفقتي بعقده وفينا أحكي معهم بهالأمور بس عندك من نون هذور رفقتي أنا عندي رفقتي وبهي محلل نفسين فزمت بس لازم نحكي عن صحتنا نفسية وما لازم نستحي وما لازم كمان نعزم ونحكي عن هذا الشي هايك شو رأيك رجعب أقولك ذو العقل يشقى في النعيم بعقله وأخو الجهالتي في الشقاوة يا نعم أحيانا بتمنى بتمنى فعلا بتمنى بتمنى من كل قلبي أن يكوني أخي جاهل والله العظيم بتمنى بسيط لا البساطة شيء كمبليكس البساطة أنا بشوف أنه هي في غاية من مش التعقيد التركيب أنك تكون بسيط ليس شيء سهل اطلاقا وأنه لما بتلاقي حدا شخص بسيط جدا فيا أما هي جاية من أبل يا أما هو هو حكيم أو هي حكيمة وصلوا لقناعة بأنه هذه البساطة هي كل شيء تمام فلما بننجح نحكي على المنتل هيلث ولا كون قاعد أنا مع أصحابي أو كذا أو الأخري بقول يا ريتني ما فتحت الحديث ليه لأنه أحيانا تضواية على الأشياء ما بتكون حل يعني أحيانا جهلك بالشيء بسبب لك بيكون أريح بس ما بتعتد إذا بتصلت الدو على مشكلة بركة فيك تستوعب بطريقة تانية طبعا فيك أكيد بس لأنه قلتلك هي بحاجة لعقل بسيط يعني بحاجة لعقل بسيط واعي مدرك وهذا ما له سهل يعني ما له سهل لحدا بني آدم أنه ما سألقى والله أنا بدي مارس صحة نفسية طيب بتلاقي بني آدم بيروح بشتغل يوغا وبيعمل تبني التنفس ومدري شو بي لآخره وستريتشين وكذا اللي بدك يا بفوت بهذا المجال والطاقة والبوزيدف أنيرجي والإيست والكذا والعقل والماضي والحاضر ونكش والمدرسة الفلانية وروح على الفرويد وانتقل على كذا يعني فيه بتفوته بس بتلاقي السلوك يعني ولا أي شيء صار نهائيا نهائيا في حالة انفصام كلي عن ما يجب أن يأسر هذا المفهوم على السلوك يعني قد ما فيك تتعلم إذا ما بالطبع وإذا ما ما بتعرف كيف إذا ما تحول لسلوك ما بيعنيني صح ما بيعنيني أنا يعني قدرك مشكلتي وما أرجع أعمل أحولها لسلوك ما فيني وعالجها إذا كانت موجودة أو تحتاج لعلاج وما حولها لسلوك طيب أنت بحياتك ما سمعت أنه في ناس راحت عند يعني حاول ما بدي أحكي على هلأ الشيء إنهم بتروح أنت لعند شرينك أو محلل نفسي أو أوى إلى آخر في ناس لا ساءت فيهم الأمور لأنه هنن ما هنن خلتهم تشوفوا الأشياء تحت المجهر أو فاقبت عندهم الحالة وبقل لك بكل صراحة ما عنا الوعي الكامل النفسي والثقافة النفسية اللي تخليك أنت تعتمد هذه المدرسة تعتمد أنك أنت تروح بشكل دوري طلع المكنون هذا اللي عندك اللي تحطه تقول أنا عملته ساويت وكذا والآخر لحد هلأ في مشكلة بأنك تقول أنت غلطان لحد هاللحظة يعني المسألة مالة بسيطة فأنا ما بتدخل بغيري ما لي علاقة وبنفس الوقت إلى حد ما أحاول أن أدرك مشاكلي وبلاقي صعوبة بمعالجتها موسهل موسهل أنك تحولها للسلوك تمام تعرف أمرار أنا لما بيحكي عن مشكلة معرفقاتي ما بتوقع منهم هني يعطوني حل أو يقول لي أوكي معين لازم تعمل واحد نتلات أمرار بتفشي الخلي ما بتحكي عن مشاكلك مع الشخص وبركي يكون ساكت بركي يقول لك أوكي معين ميحيط لهذا الشي منا سهلة تحكي عن هؤل الأمور طبعا يا جرأ أنا بتكفي أهم الشي واحد يتسمى عليك متما قال عملنا حلقة مع بي وقالنا أهم الشي محل النفسان محل النفسان أهم الشي واحد يتسمى ما يحكي ما يعطي الحل بس يتسمى كثير مهم واحد يتسمى على الثاني أعتقد أنه وما في كثير من هذا الشي يعني كل وقت الأشخاص بجار بتلاقي حل بس لا أمر بس بدك تسكوت وتخلي الشخص يحكي يعني ممكن جدا هذا الشي اللي عم تقولوه أنه أنت أحيانا بحاجة لمستمع طيب هذا المستمع أنا ما بدي عقده بس عم حاول كمان بفكر مثل ما أنتم مو سرده لكن سرده طيب هذا الشخص اللي بدي يكون مستمع بالضرورة 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 إذا ما لا يمتلك الميكانزم اللي تخليه يكون محمي من هالأنرجي السيئة اللي عم تطلع منك ما هتأثر فيه يعني أنا لازم كون عندي كتير عالي أوعة تتخيل كون عندك مناعي طبعا تكون حامي حالك يعني تكون مستمع موضوعي مجرد ولا أنت مستمع يعنيك ما يقول الآخر يعني في فرق إذا يعنيك ما يقول الآخر فأنت رح تتأثر بالضرورة رح تتأثر لأنه تسأني هاي أنرجي عم تطلع أنت عم تكب وممكن تعطي حل يفيد الطرف الآخر بس أنت كمان بنفس الوقت تتأثر بشكل أو بآخر حبيبي الأشياء ما بتروح يعني ما بتمتهي يعني أنا عم بسلك أشياء أنت عم تستقبلها إذا استقبلتها رح تأثر فيك صح إذا عامل فأنت ما عم تستقبلها بطريقة صحيحة إلا إذا كنت عالم بهذا الشيء فبالتالي أنت بتقدر تعمل وتعطي النصيحة بس هذا وين داك تلاقي وين داك تلاقي ولذلك حالة الاعتراف أنا أفضل أنه تكون مع النفس أوك يعني الشخص الآخر اللي بتقعد معه لحالك اللي حكينا اللي حكينا في اللي هو يفترض أنه يكون هو الحال المسلى لنفسك هو هو الصح وهو الغلط يعني هو اللي بيقلك هو اللي بيوجهك هو اللينك المباشر يعني هو الحالة بيعتقد أتمنى أن يكون هذا الشيء صاح الحالة الجوهرية لأنت مين تمام مو أحيانا بتكون ماشي أنت بمكان ما بتلاقي في واحد حكاك قال لك من هون ولا من هون روح لهون ولا من هون طب مين هاد يعني ليش عم يقول رأيه استدعيه بيجاوبك حكيه معه بيحيقلك مش رحيقلك يعني الشخص المجرد من الدوافع تبه يعني أنت مثلا بدك تروح على مكان ما في شخص بيجي إليك قبل ما تروح لأنه رح تلاقي فلان فيه هذا شخص لا يعنيني ماشي بس في واحد أعمق هذا اللي بعيد كتير هذا هو اللي بدنا استحضره هذا هو هذا هو اللي سننروح هذا اللي هو لينكد لينكد ماشي أكبر طبعا بأكيد الشغلة عم نفس لازم يكون متعب أنا شوي أبدا بالعكس لا لا يعني هل هل الأمور اللي نحن نحكي فيهم كتير مهمين لأنه أو شو ما بينحكوا علنا تاني شيء بعده كتير تابو يعني مسانا كتير تابو مش بس بالمجتمع تابعنا كتير تابو كمان للرجال الصعب أنا أنا بشوف ما بعرف إذا أنتوا رح توافقوا أصعب للرجال خاصة بالمجتمع العربي يقولوا أنه منه مني عنده قلة وحاسسة حاله من من غير محل لأنه الحالة العفوان يعني هي حالة تفسير يعني فسر الماء بعد الجهدي بالماء يعني في فلسفات كتير مهمة بالحياة أنه الضعف يعني أنت بتجي بتقول مثلا مثل ما قلتي أنه رجل بلاقي صعبي عليه أنه يقول أو هو يحس بالضعف أو أو إلى آخره وهو لا يدرك أنك أنت بلحظة معينة لما تكون ضعيف هي قوة عظيمة تجاه نفسك يعني قوة كبيرة كبيرة أنك تعترف أنك ضعيف لأنك إذا ما اعترفت أنك ضعيف بهذا المجال لا يوم مستحيل هذا رح يتحول لك تعرفي العائدة اللي كل ما لا بتتعقد بتتعقد صعب تفك صعب صعب تفك صعب صعب تفك صعب تطلع منا بعدين ولذلك أنا ما بحب أنا شخصيا ما بفضل أحكي لحدا لأنه بخاف من بخاف من بخاف من بقلق ما بخاف بس أوقات لما بتشارك شيء مع الثاني فيك ترتاح إذا الثاني بيقول لك أنا كمان مش لا يعطيك الحال بس يقول لك أنا كمان أنا كمان مش ما بتحس حالك لحالك صعبنا فريق من البؤساء لا بس أنه بتحس ما بتحس حالك لحالك بعتقد نحن وصلنا على آخر البودكاست كان كتير حلو السرد وما بديك بقى تعتذر لأنه كتير مبسطنا بي لأنت قد تحكيه عن جد والأجوبة كنت بتعقد في سؤال نحن نطرحه على نحن نطرحه وحكينا كتير عن الماضي معلق أنت بالماضي نحن كمان السؤال يلي نحن نختم الحلقة هي رح تحكي عن المستقبل في أمل هل أنت تبدد في أمل في جملة قالة سعد الله والنوس الله يرحمه نحن محكومون بالأمل ما فيك إلا ما يكون عندك أمل ما بتقدر مستحيل تنتهي إذا لم يكون عندك أمل خلص نقطع لأنه إذا بتفند كلمة أمل وبتحاول تشرحها يعني فرطها لكلمة أمل ملك معنا عم نحكي على الفاعل والفاعل وهو إلى آخره بتلاقي عبارة عن شيء كتير كبير يعني شيء كتير كبير عملية كاملة متكاملة تشمل كل شيء حكينا وأكتر بكتير نحن أكيد يعني بتبنى هالكلمة بقول إيه أنت محكوم بالأمل ضروري في شغلة ببعرف ليش بدي أولها هلأ بس مشان ما تفكروني يعني أنه أنه أنا كتير بزوّد الأمور لا أنا شخص بحاول أن يكون بسيط جدا يعني ببيتي بسيط بس لأنه ساردة وقلت لك لكل مقام المقال دائما بأولى يعني أنا في عندي جانب يعني مريح بس بما أنه ساردة عبارة عن أسئلة أنت عم ترمية في منا تمتلك جزء من الإجابة في منا ما تمتلك له إجابة بس ضمن أنتوا اللي يجبتوني لهذا المكان وأنتوا اللي سميتوا برنامج كونسر في بزماناتي لك اللي عم قل لك أنه أحياناً التفكير الزايد متعب وأحياناً التفكير الزايد مفيد أنا وين بدي وقف هون ولا هون بزدت هالسؤال وبوقف قلت لأ نحن محكمون بالأمل صح؟ لأنه بالضرورة أنك تكون في عندك أمل لحتى تمشي إذا ما كان في عندك أمل لحتى تمشي نقطة انتهينا صفحة جديدة ما بعثني بدي أكتبها أعلم مكرن مفرن مقبلن مدبرن معن كجلمودي صخرن حطه السيلو من علي سؤال برسم المشاهدين وحيات المشاهدين والمستمعين فعلاً كانت سردة فعلاً كانت جوابني سردة ما بعرف عم فكر معكم بصراحة يعني مع وحيات الله ما أصدي أبداً لأت فلسف ولا أتفزلك إطلاقاً أبداً بس أنت جوابتني ضمن السردة دائماً تأخذني الأجوبة لأماكن أكيد ما ما عم تتفلسف أبداً في الكثير عالم يمكن أن يكون عندها تفسيرات تانية أشياء تانية أمور تانية تفسر الأمل بطريقة ما أنا بشوف الأمل كلمة ليست سهلة على الإطلاق إطلاقاً حاجة لمعرفة وحاجة لقدرة وحاجة لقوة وحاجة لإصرار وحاجة لفشل وحاجة لتراكم خبرات وحاجة أنك أنت تعترف مبدئياً بكل سلبياتك قبل أن تقول أنك تمتلك إيجابيات يعني شغلة كتير كبيرة وبنفس الوقت كل هذا كل هذا كله فينا نقضه بشغلة كتير بسيطة نعم أنا زلمة متفائل جداً أوكي؟ كتير أعطيني التولز شكراً باسل كنت بتعقب السردة؟ كلياً شكراً شكراً لكم شكراً لكم شكراً لكم شكراً لكم